ظاهرة سنوية فريدة بتحتفل بيها مصر النهاردة وهي تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقدس في معبد الكارنك دلالة اليوم ده أنه بيواكب بداية فصل الشتاء وبيعكس عظمة القدماء المصريين ودريدهم بعلوم الفلك وحركة الشمس وحركة الأجرام السماوية خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر معنا على الهاتف الأستاذ عبدالخالق عبدالحميد مدير عموم منطقة أثار الكارنك بنرحب بحركة فانتن في صباح الخريم أهلا بحضرتك فانتن وصف لنا النهاردة هل في احتفالات حتشهدها مدينة الكارنك هيكون شكلها ايه هتعملوا ايه مجاهزين النهاردة تحديد طبعا الاحتفال بالظاهرة موجود بس هي الاحتفالات اللي كانت تقام عليها مش الظاهرة طبعا عشان الأحداث اللي في فلسطين كده ما تعملتش السنة دي بس الاحتفال بظاهرة مازال موجود زين هو ظاهرة فريدة على قدس أخداث معبد الكارنك فما زالت مستمرة يعني طيب على الهامش في بعض الاحتفاليات اللي ممكن تكون هتتعمل الاستعدادات لها ابتدت من امتى ايه ابرز التجهيزات حتى وان كان مش معمولة بشكل احتفالي كبير كالمعتاد هو لا هو كل زي كل سنة طبعا هي طبعا احنا سعينا في الفترة الأخيرة نحط الاحتفالية دي على الاجندة السياحية عشان تجيب العديد من السياح والمصر طبعا ونجاحنا بالفعل في الكلام ده بس هو كانت تصاحبها طبعا فراء فنون شعبية وتحطيب وفراء تحطيب والكشافة بس يعني كل المناسبات دي او كل الفعاليات دي يعني ما تعملتش السنة دي بس ما زال برضو الحضور كبير والزاهرة طبعا فريدة فالحضور كبير الحمد لله طيب الجنسيات عاملة ايه مين ابرز الجنسيات اللي جاية وحريصة ان هي تحرص او حريصة ان هي تتواجد في تعامل الشمس في جنسيات كتيرة طبعا في في انجليز وفي مجموعات امريكان وفي بلجيك وفي جنسيات اوروبية طبعا موجودة في المعبد عشان تشوف الزاهرة الحمد لله طيب ما تخلينا نحكي الحكاية مع بعض كده يعني فكرة تعامل الشمس على وجه او على معبد الكارنك دي بتتم في اطار ايه احنا كنا دايما متخالين ان المعابد فقط يعني معمولة لأسباب دينية لكن اكتشفنا بعد شوية انها موجودة لأسباب اخرى لها علاقة بتغيرات الفصول ولها علاقة ببدء المواسم يعني فيه تفاصيل كتير احنا مكناش عارفان هذه الظاهرة طبعا تعمل الشمس على قصة اخباط الكارنك دي ظاهرة فلاكية اولا تدل مش في الكارنك بس في حوالي 33 معبد ومقصورة في مصر بتدل على براعة المهندس المصري في علوم الفلك على رغم من استخدامه ادوات بسيطة يعني فيه كان عندنا في القصر هنا مثلا او في طيبة او طائبة اللي اسمه القديم للقصر معناها العرشة او الكورسي مكان الكورسي او مكان الاله اه طبعا كان فيه مارسد خلكي اذا كان مشهور بيسميه 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 مارسد اللي هو على الارتفاع حوالي 440 متل مارسد الاله تحودي او تحودي او يسميه اللي هو اله الحكمة والعلم او حتى قاموا دوب تحودي دوب او اله العلم اه العلم مو طبعا اه طبعا اه طبعا اه طبعا ودي مش الظاهرة الوحيدة اللي في الكارن يعني اه اه فيه ثلاث ظواهر شمسية بتحدث في 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 المعبدها بذلك او مجموعة معابد الكارن تعتبر المعابد اليونيك الملهش مسيلي اه 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 والظواهر دي تحدث عنها المصري بس اه بصورة رمزية مش بصورة تأكيدة يعني كان اليوم يتقسم لي ثلاث حاجات خبر وراعة واتوم خبر اللي هو بيمثل الشروط اه الشروط حتى الخبر جامل الخبر وراعة اللي هو شمس الظاهرة حتى بنوع الشمس كلما مشت طرع رعت رعة واتوم اللي هو بيمثل الغروب اه ظاهرة اليوم دي بقى في في علم المصر الرديم اللي هي الشبر وبتدل على اه بداية فط الشتر اللي هو بيسموه بالفرغليفية بارد او بارد اه حتى جامل بارد اه 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 وهو ده فط بزر البزور بقى والانبات والخير طبعا اه اه مع سقوط الانطار فبتبقى يعني اه اكيد والنور دائماً أفندم أو التعامل أو بداية النور هذا مرتبط في المصر القديمة أيضاً بفصل الشد يعني إذن ارتباطه أيضاً بفصل الشد المختلفة الظاهرة هذه عن أي مكان في مصر يعني بيتتعامل على الشمس أنه نحن نرى أرس الشمس كله داخل قدس الأقباس بتاع المعبن يعني في كل أماكن الثانية دي بنشوف بس الضوء نور كده على مثلاً طابو سيمبل بنشوف النور في مقصورة قدس الأقباس على الإله ورحور أختي والملك رمسي ستاني لكن هنا بنشوف الشمس نفسه الأرس كله عشان كده دي حاجة فريدة أو حاجة عالية على فكرة لكن عبقرية الظاهرة دي هي بقاها على مر ألاف السنين بالرغم من كل البنايات يعني الكارنك أخذ حوالي ألفين سنة عشان يتبن يعني كل ملك أكثر من ثلاثين ملك كل ملك دي في إضافة لكنه لا يصطدم بالظاهرة يعني علمين أو على الشمال لكنه الظاهرة دي تجاوزت كل العصور فحريك أولت 14 معبد فيهم نفس القصة 33 معبد مش نفس فيهم تعامد لأنهم على نفس محور الشمس 33 ما زالوا قائمين ما فيش حاجة فيهم اندترت نعم السلسلة أبو سنبل كارنك حتشبسوت النهاردة على فكرة فيها تعامد برضو ضوء الشمس طبعا هي ظاهرة كويسة كان فضل برضو للاحسين مصريين وأقالب اللي اكتشفوا الظاهرة دي شكرا